نتراولها بقى بعمق أكتر اللي عملوا إمبارح فريق الأهلي لفرط فيئة أهل لنهائي كاس العالم الأندية وده بعد خسرته اللي شفناها إمبارح قدام فلامنانزا بنتيجة 2-0 الأهلي كده حيلعب المباراة اللي جاي على المركزين التالت والرابع بعد ما خلاص كانش فاضلين غير حاجة وسيطة ونبقى بنلعب على الفاين طبعا نهارد لك نادي الأهلي حنعرف تفاصيل أكتر كده وتقييم تحليلي لمباراة الأمس اللي سماها البعض أنها مباراة الفرص الضائعة يعني الأهلي ضيع فرص كتيرة جدا في الشوت الأول هنعرف تفاصيل أكتر معه ضفنا الناقد الرياضي لأستاذ سامح سمير اللي منوارنا في الستوديو صباح الخير مصر صباح الخير أستاذنا صباح الخير يا أسوth محمد صباح الخير يا ع Parr thousands صباح الخير يا أسوth محمد هنبدأ معك بتقيم إزاي مباراة مبارح الشوت الأول كتير أو شافه الأهلي كان بلعب وكان حاضر وضيع فرص كتيرة جدا الشوط الثاني كان فيه غياب لنادي الأهلي وأداء ما كانش على الوجه المطلوب تقيمك بشكل عام لمباراة الأهلي مباراة والله خلينا نبتدي الأول طبعا أنك قلت هي مباراة الفرص الضائعة مش كده وبس خلينا نقول لها مباراة خيبة الأمل مباراة ضياع الحلم اللي كانت جماهير مصري مش جماهير نادي الأهلي بس اللي بتحلم بيه أن يكون عندك نعرص محترم كده في المباراة النهائية الأهلي بكل ما تحمله الكلمة بالمعنى مباراة فرط في الوصول للنهائي الكاس العالم للأندية الأول مرة في تاريخه وفي تاريخ إفريقيا وفي تاريخ الكورة العربية نادي الأهلي كان من الممكن يحقق إنجاز ما بعده إنجاز بالأمس ما حققوش من 2006 من مشاركته في كاس عام للأندية لأول مرة للأسف طبعا الأهلي مباراة كان قدامه فرصة كبيرة جدا بيقابل فريق هو متوسط أعماره من 16 سنة لـ 43 سنة 45 سنة فأنت كان عندك مباراة سهل جدا أنك أنت تتحك عليه كده بلغة الكورة وتقدر أنك أنت عن طريق عناصر الشباب الموجودة وعناصر الخبرة في الناد الأهلي والسرعة واليقى البدنية والحلم الإفريقي والحلم المصري تتكلم كلام كتير قوي الناد الأهلي مباراة كان ممكن يفوز منتهى الأرياحية في الشوت الأولاني واحد واثنين وثلاثة خرج حتى بالمناسبة في الومنينسي المعظم اللي عابين بعد المباراة والمدير الفني وتكلم يمكن فليبو اللي هو المدافع في الومنينسي البرازيلي الرجل عنده 43 سنة حارس المار ما عنده طبعا سنة فابيو وهو عنده 40 سنة بيتكلم بيقول إحنا فرقة أربعينية فرقة كبار السنة زي ما بيقوله بوصفه إحنا قدرنا إن إحنا في النهاية ننتصر على عناصر الشبابية شباب الناد الأهلي كانت مباراة صعبة كانت مباراة قوية فريد الناد الأهلي قدر إن هو يعني يكون أقل تحفظا مننا في الشوت الأولاني يعني من لغة الكرة كده لا كانش يخايف مننا ده هو اللي خوفنا إحنا اللي كنا عاملين له حسابه بالفعل كانوا عاملين الناد الأهلي حساب أنت للأسف مباراة ما كنتش مصدق نفسك أنك أنت بتصل للمرمة مش مصدق نفسك أنك أنت رايح نهائي المنديال مستعجل أنك أنت بتصل للنهائي بسرعة طب أصبر ارتاح وقف على الكرة انهي الهجمات بشكل محترم طبعا كانت النتيجة عكس ذلك بيرسي تاوي بيضيع رجل بيجري بيجري بيقف في النهاية خلاص حس أنه وصل للآخر فبيقف رغم أنك بفوت تكمل وتحرز أهداف أو أنك أنت تعمل أسست محترم كهرابة ضيع مارح للأسف وكان له رقل الجزاء ولكن مش هتكلم عن التحكيم من التحكيم له ما له وعليه ما عليه في النهاية أنت ضيعت كتير حسين الشحات خارج الفورمة عايز يلعب نفس اللعبة يحرز نفس شكل الهدف اللي أحرازه فيه اتحاد جدة نسخة بالكربون من مباراة تحاد جدة في شط الأول نسخة بالكربون من مباراة سندونزو هنا في أستاذ القاهرة في الدوري الإفريقي ضيعت أكثر من فرصة ضائعة خلاص اللي بيضيع ما بيكسبش في الكورة ما هو مين اللي المفروض يسوق الكولر كولر مبارح ما عملش الحساب إحنا في ظنة وفي الإعلام ونقول يا جماعة الفرقة كبار في السن هم حولوا ضعف النقطة دي إنهم كبار في السن لخبرة وأرض في الملعب مدير الفني عندهم كان عارف يسوق الماتش وكان عارف يقرى الماتش مديقين المسافات بيلعبوا من رجل للرجل حولوا النقطة اللي عندهم الضعيفة بتاعة ارتفاع السن لخبرة وأداء في الملعب إحنا معرفناش نعمل كده لا بالمناسبة فرقة كبار في السن أنا كنت أشقيهم أجريهم رايحة جاي أي واحد كان حافظ بالمناسبة أنت شقتيهم فعلا في الشوت الأولاني الشوت الأولاني أنت قفلت المساحات بشكل كويس لعبتي على الأجنحة بشكل كويس كان بيرسيتاو بيتحرك كان كهرباء بيتحرك حسين الشحات كان بيتحرك الشوت الأول الأهلي كان يفرح الشوت الأول حسيتي إن كنت رايحة لنهائي كاس عامل الأندية بمنتهى الأريحية زي ما قلنا في بداية الفقرة لكن للأسف هي اللعيبة خبرتها ومستواها بينتهي عند الحد أنا مش عايز نتعامل بالقطعة مع اللعيب الناد الأهلي ومع كولر لأن كلنا سقفنا في مبارات التحاد جدة وقلنا برافو كولر عن مستوى تكتيكي والفني برافو لعيب الناد الأهلي عن مستوى البدني وعلى مستوى إنهاء الهجمات في الشوت الثاني لأنك في الشوت الأول أحراص طلاق للجزاء خطة سلومنينزي لازم تكون مختلفة لعب الأهلي وهو بيلاعب التحاد جدة لازم تبقى الفكرة مختلفة في إدارة الموقع التحاد جدة كان أقوى التحاد جدة كان أسرع كان مع الجمهور وكان مع الأرض وكان مع حاجات صلاحيات كثيرة جدا ولولا رقلة الجزاء التي تصدى لها الشناوي كانت المباراة ممكن تنقلب رأسا على العقب تماما لأن تعادل التحاد جدة في آخر الشوت الأول كان حيخبط من عزيمة ناد الأهلي كان حيرفع من معنويات التحاد جدة ولكن جاءت الرياح بما يشتهى الأهلي وبما لا تشتهى جماهير التحاد جدة ففي النهاية أنت تصديت لقلة جزاء وقدرت محاسن الصدف في الشوت الثاني أنك أنت تجيب الهدف الثاني والهدف الثالث وتخلص على بنزيمة ورفاقه ولكن المبارا كان غير كان غير بمعنى أنك أنت في الشوت الأول ما صدقتش نفسك ضيعتك كثير الفرص في الشوت الأول كهرباء وبيرستاء وحسين الشحات كان صعب جدا أنك أنت تلاقي ده في الشوت الثاني الشوت الثاني الكل توقع أن فلومانينسي حيتراجع وأن القالي حيركب المباراة كده بلغة الكرة ويقدر أنه هو يحرز الهدف الأول ده ما حصلش اللي حصل أنك أنت قاعد أول عشر دقيق تتفرج على البرازيل بتلعب مش على فلومانينسي تماما الكرة البرازيلية اللي دايما كانت تيجي تقابل غانا كده فغانا في كاس العالي تيجي تخلص كل اللي عندها في الشوت الأول هيا خلصت تعالي في الشوت الثاني هدف واثنين وثلاثة وتستغرب إزاي المباراة عادت في بلغة ديك بشكل ذلك فكرة كبار السن اللي ما أنا قالت عليها والحديث في الإعلام أنه هم دول فرقة كبار السن برضو في خبر لأنه هو حتى ركلة الجزاء اللي خدوها مننا ملعوبة بخبرة يعني حقيقية أنه هو يعرف إزاي ياخد ركلة جزاء في الوقت ده بشكل كبير ليه عندنا مشكلة كبيرة في الأداء الهجومي يعني ده مش بس تكرر في ماتش مبارح في ماتشات كتيرة جدا عندنا مشكلة في الأداء الهجومي للنادي الأهلي بقى أنه فترة برستاو أو حتى عسين الشحات أو كهرباء مبارح زي ما حراك قلت اللمسة الأخيرة فكرة التهديف طب أنا أنا محتاج خط هجوم محتاج مهاجم في النهاية يجيب لي جون يعني ما بيحصلش ليه اللمسة الأخيرة دي أنا ما اتفق معاك طبعا مشكلة نادي الأهلي مش مشكلة مش وليدة الأمس ولكن عفوان هي موجودة من أيام مسماني مسماني لما خلص كل اللي عندهم عن نادي الأهلي وراح كاس عامل الأندية وأخذ دوري وأخذ دورة أبطال أفريقيا والحكاية والرواية وقدر أنه يعمل تاريخ ما عن نادي الأهلي فجأنا أن الرجل بيعاني من أن نادي الأهلي ما عندوش اللمسة الأخيرة أن اللعيبة بتنهي الهجمات بشكل سيء جدا وجبعة دي سوارش عانى من نفس الأمر وكل ربالي حقات في المؤتمر الصحفي أنا مستق جدا للأسف دي مش أول مرة الشكل في الدوري المصري الرجل كان يخرج عن شعوره ولكن تملك عصابلين في النهاية منظومة النادي الأهلي بتحترم الرجل كمدير فني بيحترم لعبته بيتكلم عن فنيات عن سلبيات بيعترف طبعا بأخطاءه ولكن في النهاية ما يقدرش يفتح المسألة أكتر من كده ما يقدرش يفتح الملفات أكتر من كده ولكن المسألة بينه الأزمة بينه كولر عارفها كويس جدا اللعيبة عارفاها كويس جدا أنك أنت عندك أزمة في اللمسة الأخيرة. هل هي أزمة ثقة؟ هل هي أزمة عدم تواجد مهاجم سوبر يليق باسمه وتاريخ؟ النادي الأهلي قال لي سيء الحظ تماما في التعاقد مع مهاجم سوبر أنتوني مودست الراجل بينزل 180 ثانية. وبياخد طرد وبيغادر كاش عامل الأندية. والكل منتظر قرار الأهلي أنه يرحل عن القرار القمراء. ولكن عناد كولر أنه هو صاحب أهليه على الصفقة. وشايف أنه هو يقدر يحقق من خلاله. وشايف أنه المتاح. لأنه ما قدتش أجيب مليكا ولا فليكا ولا أي حد تاني. أنا ما عنديش بدائل. فلازم ألعب على راس حربة محترم. كهربا ما هواش راس حربة. حسين الشحات ما وراش راس حربة. إمبارح بتحزن أنك بتلعب بطهر محمد طهر راس حربة. أنا قلت أن الأهلي رايح. والناس يقلت مني في الأهلي. وناس كلمتني. لك أنت عملت أقول أن الأهلي رايح كاس عامل الأندية معندوش راس حربة. آية جماعة الأهلي مبارح. لو شفتوه ما فيش راس حربة تماما. كهربا خرج نازل طهر محمد طهر وإن كم يحاول من الراجل يؤدي. وبالفعل ضيع كورة والتانية. لكن في النهاية ما قدرش. بيرسي تاو ما بيصدقش نفسه أمام المرمى. كهربا مبارح. مش هقول ما صدقش نفسه. هو رجليه واخضع المرمى. وراسه واخضع المرمى. ولكن برضو ما هواش المهاجم السوبر الولد الشائل محنك. اللي يقدر يخلص لك مباراة. ولكن كهربا بيعافر في مركز رأس الحربة الصريح. أيضا حسين الشحات نفس الأمر. الراجل جناح طائر. أيسر محترم. وبيلعب الكورة بليسين كده. وبيخش زي هدف اتحاد جده. لكن ما قدرش المرح يعملها. وما قدرش يعملها مرتين. كان ممكن يحرز هدفين للأهلي برضو. ما قدرش. فهي أزمة. فكلر اتكلم وقال. أنا عندي أزمة. أنا بلعب مباراة كل يومين. لا يا كولر هي. مش أزمة. لدي الأهل كبير. وانت بتلعب في الدولة كل ثلاثة أيام. هنا يجي دور المدير الفني. اللي عارف يليد أو عارف يسوق. هو حطت الناس في أماكن مش بتاعتها. أكرم توفيق. إمبارح هو. يعني ما قدرش أقولي. لكن هو حطه في موقف شديد الصعوبة بالمكان اللي هو حط فيه. لأنه بالمنطقة البساطة. مش عارف يقدي. هو يعني مش عايزين نبالغ الموقف. وإحنا شايفين. وهو حطت إمام عشور في مكان قريب جدا من التالت خشبات. عشان يلعب على الترو باس. مش بتاعت إمام عشور. يعني إحنا شوفنا حتا. لا. أنا مش هتفق معاك في ده السبب. أنا كولر مش ههجمه. أنا مش ههجم كولر تمام. مهما حاولت يجبتني ميل ومشمال. وتعالى لو أنت ههجم كولر لأن كولر هو. يعني هنتباحه إنه هو. مين المايسترو؟ مباراة بكرة. مين المايسترو؟ هو اللي بيوجه اللاعب. لا خالص. أنا مش هطلع أسقف لكولر. بعد ما تشتحات جد يا جماعة. واتضحه بعد ما تشتفل ومن ينسي. نهائيا. إمبارح كولر نزل تشكيل محترم حسب الإمكانيات المتاحة له. إمبارح لعب بأقرأ متفيقه في وسط الملعب لأن أحمد نبيل كو كان راجل مصاب. كان كوكا مفروض ينسي. وما يقدرش خطر بيهن أن الراجل مصاب. يا جماعة ده خلاص فنيا وبدنيا وصحيا. الراجل مصاب ما يقدرش يلعب المباراة. خلاص. انتهى ده قرار. عندك إليو ديانجي بعيد عن مستوى. بقوله فطرة. والراجل عايز يمشي من الناد الأهلي. والأهلي بيحاول يسفيد منه مديا. لو ماشي ديانجي بعيد ومش هيقدر يديه لك في المباراة. الأمس أكرم توفيق أسد. جوكر. تقدر تلعب به. جناح أيمن تقدر تلعب به. ظهير أيمن تقدر تلعب به. في وسط الملعب. مباراة قد أكرم توفيق دوره الرجولي في خط الوسط الناد الأهلي. سواء كان مع المساعدة الهجومية أو الدفاعية وبمناسبة. قبل ما أطعك يا أساس محمد. الأهل مباراة كان ممتاز على مستوى الدفاعية يا جماعة من مناسبة. محمد عبد المنعم. الأهل كان منظم جدا بالأمس. محمد عبد المنعم كان ممتاز جدا. مش كده وبس. ياسر إبراهيم مباراة شل كورتين تلاتة أهداف صريحة لفلومانينسي. وقلنا الفيتوريا قبل كده أن أنت حافظ على الكيميا ما بين محمد عبد المنعم و ياسر إبراهيم في منتخب مصر. فبالأمس كان محمد عبد المنعم هايل. ياسر إبراهيم كان هايل. الأهل كان منظم دفاعيا وعلى مستوى وسط الملعب كان هايل. الشلناوي ما كانش في حالته. ولكن الشلط التاني كان غير. الشلناوي ما كانش في حالته زي تحاد جدة. زي المباراة لا طبعا. الشلناوي ممتاز جدا. وقالها هتصدى رقلة الجزاء. وراح معها. ودخلت للأسف على بعد يعني ملي مترات. مش سنتيمترات. أنا مش جاي دفع عن الأهل. ولكن بديله حقه. لأن الشلناوي سقفناه في مباراة تحاد جدة. وبالأمس كان الرجل كان جيد جدا. رؤيتك كده للأداء الهجومي والأداء الدفاعي. كنت بتشيط بالأداء الدفاعي. يعني ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم كانوا يعني في حالة أفضل. ومن طبعا الخط الهجومي بشكل كبير. رأي حضرتك في التغييرات والتبديلات اللي استخدمها مباراة كولر. بصنا نخانق طبعا في الفصل اللي احنا في القصة ومنا. بس الفكرة كلها إيه كولر مباراة هو كل عادة اتأخر في التغييرات. ديكت حاجة وسبعين تقريبا ويمكن الرجل اتخانق وانفعل في المؤتمر الصحفي. وقال أنا سقمت. أنا خلاص زهقت من سؤالك ودائم. أنا ريب اتأخر في التغييرات. أنا اللي عارف لعبتي وانا اللي عارف الفرقات. باش هنتدخل احنا بقى نزكوتي عام كولر. لكن طبعا دي تتخذ عليه. طب دا كلام أصلا. لان في النهاية قبل انتك ممكن تقدر تغير برضو مجرس المباراة مباراة. مباراة نزلت بقفشة وطهر محمد طهر. بس الفكرة ان الكروت اللي عند مرس الكولر هو برضو طلع كروت ربحة هو طلع بيرسيتاو وطلع كهرباء وبرضو طلع ناس تقدر تخلص بس مباراة فعلا. مخلصوش في الشوت الأول. في الشوت الأول لبيرسيتاو ولا شوت التاني. كهرباء نايم على روح مباراة. يعني واقف وسط الملعب كده. وأخد له أرسم نوم. وهو رايح الكرة بدل ما يلعبها يمين لبيرسيتاو. واخد كرة هجمة مرتدة تروح هدف بالفعل. تروح انك انت تحرز هدف أكيد. واخدها في هجمة مرتدة بيرسيتاو. زي النحلة. أول ما شافها جري الراجل عشان يلعب له بدل ما يلعبها لو يمين. ويخلي بيرسيتاو يا عنفرد لعبها هجمال مش لأي حد. لا احنا امبار هجمال عندنا مشكلة يا جماعة. عندنا أزمة. امباري حصلنا40. فكمالا احنا مختلفين على ايه. انا شايفة ان عندنا مشكلة امبارع. وانей. مشكلة في اللعبين. شكلة في اللعبين. انا اختلافي معاك للمشكلة في اللعبين. مش في مارس الكولر. مارس الكولر يا جماعة عدار الاهلي في كأس عامل الأندية بشكل محترم جدا. لغاية ماتش جدا. لغاية ماتش جدا. لغاية ماتش جدا. عايز أقولك أنا تبعت رأي المواقع أو الشبكات والصعف البرازيلية. تكلمت بعد المباراة. قالوا أنك كنت بتواجه فريق صعب جدا. فرحانين جدا يا جماعة أنهم فازوا على الناد الأهلي. هذا الفريق البرازيلي. اللي واخد كوبا لبرتادوريس. طبعا. ده ما إذا عايش أنهم فرحانين كده. وأنهم شايفين وهم مدينا قدرنا وشايفيننا. وإحنا في الآخر نطبع بهذا الأدام الشوت الثاني. الأهلي مجاش. مبارح. دي مباراة. دي مباراة حرقة الدم لجماهير مصر. ومش جماهير الناد الأهلي فقط. لأنك أنت مبارح في لومنينسي عمل لك اعتبار. عمل لك حساب. خايف منك في الشوت الأول. اعترف في تلعبته بعد المباراة. أننا كنا خايفين من الأهلي. وكنا متحفظين بشكل عالي جدا. أكثر من الأهلي. لكن الكلمة اللخص فيها المباراة. قال الأهلي راح في الشوت الأول على مرمانة 13 مرة. 13 مرة هجمة خطيرة فقط. ضيعها كهربا بالرأس. وحارس المرمى كان متقلق جدا. متاعهم بمناسبة 43 سنة. صحيح. كان متقلق جدا. شال. شال من كهربا. شال من بيرس تاو. ده حقيقة. ولكن لو كان في راس حربة مخضرم كان ممكن يخلص. لو كان كهربا عينو كويسة في الملعب. وحسن الشحاد. وبيس تاو. كان فيها فرصة دهابية في الشوت الأول. كانت خلصت المباراة على طول يعني من الأول. كمان إحنا بنتكلم زي ما فيه مشكلة في الخط الهجومي. إحنا معدل الأداء البدني حتى واللياقة في الشوت الثاني كان مفيش خالص. كنا صفر. للأسف صفر. الأهلي تراجع. أنا حاسن فيه فريق تاني دخل غير الأهلي. طبعا. غير الأهلي بتاع الشوت الأول يعني. جمهير الأهلي ما تزعلش على الأهلي. اتحرق دموكوا مبارح. واتحرق دمنا كلنا مبارح على مستوى اللاعبين وإنهاء الهجمات. وللأسف هم نفس اللاعبين اللي سقفنا لهم في مباراة اتحاد جدنا. عشان قدروا يخلصوا المباراة. كانوا برضو بيضيعوا. اللعب مستمر. وكانوا برضو بيهديروا. ولكن قدروا يخلصوا بالتوفيق وبالفرص اللي جاءت لحسن الشحاد ونعشه. وكان غير مبارح. التوفيق ما كانش. والأرض ما كانش. لكن المبارح كانش فيه توفيق. كانش فيه نهاء للهجمات. في لومنينسي لعبك بخبرة البرازيل اللعيبة كانت تيلة جدا في الملعب. دياءوا عليك المساحات. وقفوا على الكورة. خلصوا عليك بدلين وفنيا كسب المباراة. هردرك نادي الأهلي نركز في المديلة البرونزية. نركز على المقعد الدائم لنادي الأهلي. أنك أنت دائما وأبدا متحافظ على سجلة وتاريخة. مركز تاريخة. طبعا سائمنا من هذا المركز. دي كانت فرصتنا أن نكسر عقدة المركز الثالث. الفرصة دي أنا هكلم بالسلحة البركات وبوتريكا وجيل العظماء. أنا بسميه جيل العظماء وأعماد متعب. يقولوا يا ريتنا كنا بنقاب في لومنينسي مبارح. كنا هنقدر نفترسه ونوصل للنهاية بقايا كنا ندين في النهاية. السيتي وقروة الياباني. ياريتنا في الكورة لا تعملش حاجة. أستاذ سامح. للأسف ياريتنا دي ولو دي ما تعملش أي حاجة. للأسف. هارد لك سايما أنت قلت طبعا نادي وما نزعلش أن نتظر المقعد دا. وكان الجمهور بيقى. وتحية كمان لجمهور الأهلي مبارح. يعني مبارح الأهلي. تحية لجمهور الأهلي مش مبارح فقط. الموجودين في الملعب وفي جدد. في مباراة جدد. انت حسيت أنك انت صاحب الملعب وصاحب الأرض وواقف وورا. جمهور ده رقم واحد يا جماعة. لكن بلاش. بلاش احنا ضد. هو جمهور مبارح في استاد كله كان شكله حلو جدا. لأن معروف عن الجمهور البرازيلي كمان أنه هو بيتبع فرقه في كل مكان. طبعا ناس محترم جدا. جدا. وهم يعني بالنسبة لهم الكورة. فكان استاد كله شكله. صحيح. صحيح. هارد لك مرة تانية للأهلي. وبشكرك شكرا جزيلا نقد رياضي سامح سمير. عملتنا كده يعني رؤية تحليلية لمباراة الأمس.